قنوات هذه الأخت نعيمة من سان فرانسيسكو السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم متابعين قناة جودة وينز طبعاً يا جماعة اليوم موضوع بدي يكون عن كيف أنت تعمل بس مباشر للفيديو اللي أنت حملته تماماً جماعة؟ أتمنى طبعاً تتابعوا الحلقة هذه للنهاية لأنه عن جد مهمة بالنسبة لأصحاب قنوات اليوتيوب أنت لما تعمل فيديو بس مباشر كل الفكرة أنه أنت هيك بتوصل إشعار للناس كلها للناس كلها أنه أنت عملت بالفعل فيديو فهيكا تبتجلب مشاهدات أقوى وأحسن من أنه أنت تنشر فيديو بشكل طبيعي طبعاً يا جماعة بدي أعمل هذا الفيديو بناء على طلب الأخت حلة الصناعانية تمام؟ وإن شاء الله هالواجد بنا نبدأ ونبلش على طول يلا ركزوا معي وصلوا على النبي بصلي يا معلم هالواجد أنا الفيديو هذا الفيديو هذا أنا عامله غير مدرش تمام؟ ممنوع أعمله عام لما بنزل الفيديو معي بقى صامم الصورة المصرر وبنزلها وبكتب العنوان والتفاصيل تمام؟ وبقى أعمله غير مدرش طبعاً بقى فاعل تحقيق الربح لو كان موجود وبقى أحدد اللازم تمام؟ فها فعلت وكله تمام بقى أجيب أضغط حفظ طبعاً غير مدرش لازم يكون زين يا معلمي؟ أظن الموضوع لحتى اللحظة سهل كل الجسة ركبت الصورة المصرر وزبط كل إشي من استوديو مبدع المحتوى الستوديو التطبيق من هان بقى أقدر أنزل الصورة وأخطار اللي أنا بديها تمام؟ بكون مصممها وبقى أنزلوا كله تمام وهلوقت بدي أدخل على الكروم جوجل كروم استوديو مبدع المحتوى هذا هو الفيديو اللي أنا عامله غير مدرش كل الجسة بأضغط على كلمة تعديل ضغطنا عليها فتحت معي الصفحة هادي بالشكل هات طبعاً أنت فيك تركب البطاقات وشاشة النهاية لو حبيت لكن كل الجسة ببساطة بقى أجي وبأضغط على كلمة مستوى العرض أنا بأنصحك ما تعمل الفيديو ضبط مجدول ضبط مجدول لأنه في مشاكل بكون احتمال يسر لناس واحتمال لا حتى لو كنت أنا مزبط الاعدادات تبعتي اللغة لكن أنا أفضل تيجي تضغط على كلمة علني وفي كلمة ضبط الفيديو كعرض أول فوري هي البس المباشر تمام؟ أنا أضغط عليها بالشكل هاد وكل الجسة أنا أجيت وعملت حفز للفيديو هيك أدعمل بس معي مباشر للفيديو اللي أنا بدي أعمله بس خلص الله يخلف عليك يا معلمي اطلعنا من هان طبعا زي ما تشايفين يا جماعة أنا هان هالوقت أجاني هان يتم العرض الأول بالبس المباشر يتم العرض الأول الآن أصبح أنه الفيديو عندي ماله بس مباشر يا جماعة وهذه هي الفكرة اللي أنا بدي أوصلها زي ما تشايفين بالظبط هيك الفيديو بس مباشر أنا عملته كل سهولة طيب زي ما قلت الفايدة من قصة أنه أعمل الفيديو بس مباشر أنه أنا بوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس لكل مشتركين القناة تمام؟ وحتى كمان غير مشتركين لو ناس بحثوا عن نفس الاسم أو شيء منه بتعلق فيه هيك أنا رح أستفيد من المشاهدات من ناس جديدة يعني أنا رح أستفيد اشتراكات جديدة أتمنى أنه تكون هيك الصورة وصلت 100% البس المباشر يا جماعة مهم مهم البس المباشر زي ما بحكي فعشان هيك استخدموا للي بديجلب مشاهدات للي بديجلب مشاهدات للقناة يفضل أنه يستخدموا في حال كان ما عنده مشاهدات وحابب أنه يجلب فبكون أحسن له الطريقة هادي لكن يكون البس المباشر فوري ما يكونش مجدول لأنه فيه خلل في المجدول حتى لو ضبط التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية وكل هالقصص هادي بيصل لناس وما بيصلش لناس طيب تماما جماعة أنا هالوقت بس كول طلبي قناة حلاء الصناعانية وأتمنى من المشتركين أنه ينفزوا القناة هادي يا جماعة بالله عليكم أكيد يعني إحنا كنا غلبة وكنا نص طيبين وكنا قلوبنا صافية فكل بديجلب منكم تشتركوا في هاي القناة وفيه كمان قنوات تانية أنا رح أعرضها في وصف الفيديو كل طلبي القنوات هادي بتستاهل أنه الواحد يشترك فيها هاي القناة حلاء الصناعانية أنا مبثة ما أتكلم طبعا يمني لكن ممكن أقول لك بزاف خيتي فكل طلباء أنا يا جماعة بس تشتركوا في القناة هادي وتفعلوا زر الدرس وتشاهدوا أحد الفيديوهات للقناة هادي أنا بدي داعم منكم طبعا يا جماعة هادي القناة قناة بسيطة ومتواضعة جدا ويعني صحبية القناة هادي والله للأمانة بناء أدمه محترمة محترمة جدا يعني أنا لما كنت مبتدئ في قناتي كان فيها حوالي 200 أو 300 مشترك في الحدود هادي طلبت منها طلب بس أنا طلبتها عنيتي يعني ما اتوقعت أنه توافق يعني ما بعلم كيف تدعوصها الشغلة لكن طلبت منها أنه تدعم فيديو من فيديوهاتي وبالفعل قامت بالشيئات بدون أي مقابل أخذت فيديو من عندي وعملت لي فيه تفاعل فللأمانة بتستحق يعني مليون دعم أنا ما بعلم أن كنت هيك بأدعمها أو بكافئها لكن هذا أقل واجب أنا ممكن أقدموا إلها كل التحية لحالة صنعانية ولأهل اليمن ألف شكرا إليك أختي أتمنى لك التوفيق ولا تنسوا يا جماعة لا تخزنوني بالله عليكم بدي اشتراك في القناة هذه وتفعيل زر الجرس وبيدي تابع محتوها محتوها سهل وبسيط صحيح أنا مليش على اللهجة لكن يعني سيسو ممكن أنه يتعلم يعني بدي أسبتلكو بدي أسبتلكو أن أنا ممكن أتعلم اللهجة المغربية خلونا أقرأ العنوان قولوا عني قولوا عني دحباشية دحباشية أو جنوبي دحباشية دحباشية المهم منه كلامي نعطح جبال وفوق الخيال أنا هيك فهمت بمعنى اليمني ممتاز والله العظيم ما بعرفش بدي أحكي بس القناة يعني للأمانة ممتازة كل شكرا إليك أختي وكمان أنا يا جماعة شكلي يعني رح أجننكو عن جد طبعا هذه القناة يا جماعة لشاب اسمه سامي برضو من اليمن بيستهل الدعيم فأنا حابب يعني كمان تدعموا للقناة هذه هذه القناة للأستاذ سامي هو بحاول أنه ينشئ قنوات على اليوتيوب على أساس أنه ينجح في قناة بنأدم غلبان ومسكين ومحترم جدا يعني وكل قصة أو أمله أنه يعني ترزق من اليوتيوب فعشان هيك يا جماعة بالله عليكم كمان هذه القناة بدي أغلبكو اليوم رح أجننكو في قصة الفيديوهات هذه بدي تدعموا للقناة هذه للأخ سامي الأخ سامي من اليمن وإحنا المصريين والفلسطينيين والصوريين بنحب أهل اليمن لهيك لو سمحتوا ادعموا لي هذه القناة للبناء آدم الغلبان هات بناء آدم محترم جدا فلهيك بدأ نحاول ندعم قناته أما بالنسبة لهاي القناة أنا شكل اليوم خلص سأقضيها قنوات يعني راح أقضيها قنوات قنوات هذه الأخت نعيمة من سان فرانسيسكو تمام هذه القناة لوحدة من الولايات المتحدة الأمريكية طبعا اللي حلو في هذه القناة يا جماعة للناس المبتدئة هي قناة مفاعل عليها تمام ومحترمة كويسة يعني القناة بس كل قصة القناة هذه أو الفايدة اللي بتاخدها منها أنت نفسك اللي بتاخد الفايدة منها أنه هي بتساعدك في ساعات المشاهدة بتقدم لك ساعات مشاهدة لأيا كان نوع القناة تبعتك شرط يكون ايش شيء غير مخل يعني أيا كان نوع المحتوى هي مستعدة تقدم لك ساعات مشاهدة بس كل القصة أنه لما تعمل بس مباشر أنه أنت تكون موجود في يعني في البس المباشر أنا عن نفسي قسما بالله في قناة التوحد في عندي كان قناة للتوحد وبالفعل قدمت لي ألف ساعة مشاهدة من دون أي مقابل فهي القناة يا جماعة تستهل الدعم للأخت نعيمة هي من المغرب طبعا كل التحيات لأهل المغرب فلهيك يا جماعة بدي تفاعل في القناة هذه كمان يعني تضغطوا الاشتراك وتفعيل زر الجرسات تركزوا عليها الناس المهتمة بساعات المشاهدة القناة هذه بتهمها القناة هذه يا جماعة بتهمها وهي القناة يا جماعة تعلم صح اسمها الأخ من سوريا أحنا طبعا بنحب أهل سوريا أكيد الله يعينهم طبعا في اللهم في يا جماعة احنا فلسطين و سوريا واحد فلسطين و جزائر واحد طبعا احنا سوريين يعني أخوتنا فهي القناة يا جماعة يعني تقريبا نفس محتوية هي على فكرة محتوية حلو تمام وبسيط وفديوهاتها صغيرة وبتوضح والحلو في الشاب هذا يعني أنه صريح في كلامه فلهيكد يعني أنا بأقترح تمام بالنسبة إلي من وجهة نظري تدعموني كمان القناة هذه بدي تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس تمام وأنا شخصيا رح أسجل تسجيل أو اتنين في هذه القناة لأدعمها فأتمنى منكم اتلبوا طلبي هاد القناة هذه كتير حلوة رح تكون في المستقبل فأتمنى منكم يا جماعة زي ما بحكي تشتركوا في القناة هذه وتفعلوا لي زر الجرس فيها الشاب اسمه يوسف وللأمانة انت لو سمعت أي فيديو إلو متأكد رح تقتنع في كلامه خصوصا أنه بتكلم يعني كي بدأ أوصل لك إياها كل شيء يعني كل كلمة بحكيها صريح فيها ما بخبيش أما بالنسبة لآخر قناة لليوم يا جماعة باللهي عليكم هاي القناة حظك اليوم فيها 742 مشترك هاي القناة بتتكلم عن الأبراج والشغلات هذه طبعا أنا مش مقتنع في قصة الأبراج لكن الإشكال أنه هالشاب هذا فلسطيني ومن غزة وأنا واصق مليون في المية أنه انتو بتحبوا أهل غزة وأنا أصلا شخصيا من أهل غزة فهاي القناة بدي تدعموا لي إياها بتتكلم عن الأبراج حظك اليوم بترى شو توقعاتك أهل السعودية بيحبوا هاي القنوات أتمنى منكم طبعا تشتركوا في القناة وهي مني يا سيدي تفعيل زر الجرس لعيونك هذا الشاب فلسطيني يا جماعة وإحنا بنحب أهل فلسطين لهيك بدي داعم عليها طبعا كل هاي القنوات أنا هحطها في وصف الفيديو أنا راح أدعم القنوات بالشكل هاد في الفيديوهات اللي بتتعلق أو اللي بتتكلم فيها عن المحتوى اللي بخص قناة اليوتيوب أتمنى يا جماعة تشتركوا في هاي القنوات وطبعا كل الشكر لكم وكل التحيات وبعتزر أن طولت في هذا الفيديو الله يعطيكم ألف ألف عافية والسلام عليكم